حد يعرف ان الديدبول عنده مانجا واسمها الديدبول ساموراي في القصة دي بنشوف مؤسسة شريرة بتخطط لشيمة لما بيجي له اتصال انت عارف ان المؤسسات الشريرة اللي بتخطط لبداية حرب عالمية تالتة علشان تقدر تسيطر للعالم بقيت حاجة قديمة قوي وبعدين بيدخل الديدبول عليهم ويبدأ ياتل فيهم لحد ما يخلص عليهم كلهم وما يكونش باقي غير الزعيم اللي بيقول انت فاكر انك كسبت وهو بيحل نفسه بحاجة اللي بتخليك اسمه يبقى ضخم جدا واو التجربة نجحت ديدبول بيبص للجمهور ويقول هو هيقول دلوقتي وده شعور رائع لما فعلا الشرير بيقول وده شعور رائع ديدبول بيحاول يطلق علي النور لكن مش بيقصر فيه وبيمسك ديدبول لما ديدبول مش بيلاقي اي حل معاه بيشغل قنبلة اللي بتفجري المبدأ كله وتقتل المجر بس كده